اشتركوا في القناة 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 بالقدرة العسكرية وقرارات سياسية وإلى ما لنهاية والمريخ له علاقة بالنار وبالحرب والأمور هاي يعني برضو نفس الاشي بدي تراجع في بيته وفي نفس اللحظة رح يرجع يشكل الزوايا الخطرة اللي موجودة اساسا كلها بالجدي مع بلوتو مع المشتري مع زحل وهاي التشكيلات رح تسبب وخصوصا اللي مع بلوتو تحديدا هي اللي رح تكون الأخطر المشتري إلها علاقة بالاقتصاد زحل إلو بالأحداث المفاجئة ولكن مع بلوتو إلو علاقة بأشياء عنيفة وأشياء مفاجئة وصادمة على كل المستويات وصلت المعلومة طيب خلينا نبدأ الآن توقعاتنا مع برج الميزان طبعا أول شي بدنا نحكي بدنا نحكي عن الشمس اللي موجودة في بيت المتاعب وطبعا هاي اللي بتسبب الأعطال بتسبب المشاكل طبعا هي دائما كل سنة لو رجعت انت في التاريخ للماضي يعني بتلاقي انه دائما الشمس لما تكون موجودة في برج العدراء هي أصعب فترة بتمر على برج الميزان أو على كل الأبراج تحديدا لما بكون في بيت متاعبها فعشان هيك بتحس بتعطيل بتحس بتقلب المزاج بتحس انه الأمور مش ماشي بسهولة بتجيب أشياء لها علاقة بالصحة أو تطورات صحية أو تعب صحي أو جسدي أو معنوي حتى أو حتى على مستوى علاقاتك فعشان هيك الضغط هذا مستمر لغاية عيد ميلادك لا تتحسن الأمور وتطلع من ضغط تواجد الشمس اللي هي تعتبر في بيت متاعبك لغاية عيد ميلادك أما بالنسبة لعطارد هو رح يخفف عليكو الضغط بالفترة القادمة وخصوصا انه رح ينتقل من بيت المتاعب رح يجي لعندكم بما انه رح ينتقل لعندكم شوي رح يعطيكو طاقة ورح يعطيكو قدرة على إنجاز بعض الأمور وحلول لبعض الضغوطات اللي موجودة رح تتجاوزوا هاي السلبية بالفترة القادمة بشكل أوضح وبتكون رؤيتكو للأمور أوضح وعندكم قدرة للتصرف وللتعامل مع الضرف الراهن أما بالنسبة للزهراء طبعا الزهراء في البيت العاشر كانت في بيت العلاقة ببيت السمعة شوي عززت من لقاءاتك أو من معارفك أو جبت لك معارف أو أشخاص ساعدوك في بعض المسائل صحيح أنه كشفت أشخاص لإلك ولكن الآن انتقالها رح يصير في بيت الأصدقاء وهاي رح تعرفك على أصدقاء جدد رح تنشط اجتماعيا بشكل هائل لدرجة أنه ما رح تهدأ وتيرتك من نشاطات الاجتماعية ولقاءات الأصدقاء أو معارف أصدقاء أو حفلات مناسبات كلها هاي رح تكون نشاط عالي هذا بيت الأصدقاء والمعارف والعلاقات الاجتماعية وفي منهم رح يبادروا بمساعدتك في مسائل معينة أو أنه يعني يكون فيه نوع من أنواع الدعم لا إلك أما بالنسبة للمريخ اللي موجود في البيت السابع فالفترة هاي أكثر ناس بدهم يحذروا من المشاكل ما بينهم وبين الأزواج أو شركاء المال وهي تحديدا الأزواج واللي ممكن تصل لحد الطلاق بمعنى آخر أو أنها تنتهي العلاقة بشكل صادم جدا هم وليد العشرية الثالثة من الميزان هذولا بدهم ينتبهوا بالفترة القادمة طبعا هذا الأسبوع بالعشرية الثالثة بعدين العشرية الثانية لأنه برجع المريخ لورا فعشانيك بتكونوا حذرين إجمالا كل موليد برج الميزان بدهم يحذروا من أمور إلها علاقة بالشراكة وتعاملهم مع الأزواج بالفترة هاي وما في داعي لإثارة الخلافات والنقاشات والحوارات والجدالات اللي ممكن توصل لهاي المرحلة أما بالنسبة للجدي طبعا في البيت الرابع وتأثيراته على أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة بمشاكل عائلية ضغوطات أعطال مسائل بتطلع من تحت الأرض إلها علاقة بالعقار بالبيت بالعيلة ممكن ناس تركت بيوتها ممكن مشاكل على عقار معين ممكن أعطال كانت يعني بشكل كبير ممكن خلافات مع أفراد العائلة ممكن أخبار حزينة دخلت على البيت ممكن صار فيه اهتمام على صحة أحد أفراد العائلة بشكل كبير أما بالنسبة لنبتن في البيت السادس وهو إلو علاقة بالصحة فعشان هيك بيجيب الأوهام بيجيب الشكوك بالأمراض الخطرة بيجيب نوع من أنواع الحساسية الصحية بيجيب لك مشاكل حتى على مستوى العمل بتشك أنه في ناس بتتآمر عليك أو بتحاول تستغلك بالفترة هاي على مستوى العمل وفيه أشخاص صار معهم خلافات حتى مع زملائهم أو رؤساهم بالعمل أما بالنسبة لأورانوس في البيت الثامن وهو اللي بيجيب يعني إيشي له علاقة بالأموال المشتركة يعني أموال اللي ما بتعود لك ميراث نفقة قروض ديون بنوك أمور إلها علاقة بأموال الشريك هاي الأمور يا إما إيجابية يعني بتحقق من وراها إنجازات عالية جدا يا سلبية يعني ما في حل وسط عند أورانوس هو إله بالمفاجآت يعني أعطيك إيجابي كامل يعني أعطيك سلبي كامل فعشان هيك بدك تكون مهيئ وتكون دائما مستعد وخصوصا للأمور القضائية المالية إنه ما تنسى ورقة لأنها هي بتقلب الأشياء بدل ما هي معك ضدك خلينا نروع على التوقعات الأسبوعية ونشوف القمر إيش بده يعطي تأثيرات مكملة لتأثيرات هاي الكواكم من مساء اليوم الخميس القمر موجود في الحمل حتى صباح يوم الأحد يعني مقابلك مباشرة في الفترة هاي بترغبوا في تدعيم شركاتكم شركات العمل أو العاطفة فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني تكثر الواجبات وبتتزامن ممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي ما في خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات اتجنب المشاكل وما تتسلط من صباح يوم الأحد القمر بتحرك درجة فبصير في بيتك الثامن في الثور حتى مساء يوم الثلاثاء تم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريبة لكم بحاجة للرعاية سارع لتهدية الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة اتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها ممكن تنشغل بمعاملات أو أوراق من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير بالجوزاء حتى صباح يوم الجمعة اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بدو يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية من صباح يوم الجمعة القمر بصير موجود بالسرطان حتى عصر يوم الأحد بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم أو علاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جداراتكم أو جدارتكم والدفع بمصالحكم فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف أو بيتعاون معاك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء